كل امكان ليه زمان وكل زمان ليه امكان وكل زمان حديث زمانه يا حصراء جدودنا كانوا خلونا حكايات ينحكاوا في عز جلسات حكاية اليومة الولاد حكاية تياتا تجار تاجروا بزاف مع بعضهم وكانوا يمشون ببلد لبلاد بلد يشرووا فيها بلد يبيعو فيها بلد يبيعو فيها بلد يشرووا منها هما ماشيين ماشيين مكتوب انتحم وين الداهم يوصلوا يتبعوا في التجارة وكييربحوا ويقولوا الاهلم يوم من الايام يا الولاد باعوا التجارة انتحم وربحوا خير كبير هما متفاهمين كييربحوا يروحوا لأمكان نسطور ويقسموا الربح والفايدة انت حم هذك النهار واش قروا قروا قبل ما يقسموا الفايدة يروحوا يحموا ام بعد يرتاحوا يقسموا الفايدة وغدوا الصباح يتفارقوا بس حكي يدحقوا باش يروحوا للحمام الامانة انت حموا وين يخلوها عند من يخلوها هذا مال كبير ايه سألوا الناس على البلاد هذيك يقلوا ان كان امرأة يسموها الامينة حطوا عندها واش عندكم ما تخافوا ما تهبوا ما ترتعبوا تولو شيكم تلقاوا وين هي هذي المرأة ورهوها لهم هاي لك وراهاي خسروا شافوا دار بعيدة شوية راحوا قصدوها السلام عليكم جوبتهم بالسلام وبالتحية والإكرام كانت مربية ومتخلقة واش تحبوا احنا يا الحاجة عنا امانة نخلوها عندك واذا طالت طالت بإذن الله الصبح نجو ندوها اتفضلوا ايه حطوها الامانة هذيك وراحوا مشاو هما ماشين فيهم واحد حيلي قاعد يخمم كيفاش يدي هذك المال ويروح بصحوا مقبل ما يروحوا كانوا تفاهموا مع الحاجة هذيك تفكروا مليح تخصنا حاجة وش من الحاجة يتخصنا المشطة باش نمشته شعرنا في الحمام هاكو تشوفوا الطرقة طويلة وفيها الغبار وفيها الوسخ وشعرنا تعبر بالوسخ عندك الحق برا يا المشطة ويروح عند الحاجة هذيك لعله وعسا تكون عندها مش ترططي عندنا عندك الحق ايه راح لعند الحاجة قل له يا الحاجة جيت ندي الأمانة ياراجنا على الشيطان هاكو تفهمته فيه ثلاثة يجي واحد ما يديهاش يجيو زوج ما يديهاش لازم تجوه في ثلاثة هما لي قالوا لي راح جيبها ايه خرجت الحاجة ذيك في الباب راه يقول اعطيها لي ايه الحاجة اعطيها له اعطت له الأمانة يحكم الدورة الدار انخفى ولا ما كاش قاعدوهما يستنى درق يجي درق يجي درق يجي ما جاش ولا ولا عند الحاجة يا الحاجة كيفاه يا ولدي كيفاه السيد جال عندك يطلب في المشطة قاعد ما ولاش وراه الدرق رقد لا لا انا ما عطيت لهش المشطة انت وش عطيت له وش عطيت له يا وعطيت له الأمانة يا الحاجة تعطي له الأمانة وحنا وقلنا حتنجو في جاذة باش ندوها ايه الدهو راح اقدك كان الحال اصبح راح وشتكو بها عند القاضي والقاضي أمر بحضورها جات وش الحاجة يا مينا اول مرة واحد يشتكي بك غير الخير غير الخير يا سيد القاضي هاذو جاء وحطوا عندي أمانة وبعد شوية جاء صاحبهم ودى الأمانة وراح بس عاروه متفاموا معاك ما يدوها إلا في ثلاثة أنا عم يا سيد القاضي ما يدوها إلا في ثلاثة أما لحكم عليك القاضية الحاجة يا مينا تعوضين ما لكل الأمانة اللي خلاوها عندك تعوضيها يا سيد القاضي نمين تعوضها تعوضيها تعوضيها خرج هذه الحاجة من دار القاضي تمشي وتخمم تفكر وتبكي أنا مني جاتني هذه الموصحبة كيف يشغل رجع الأمانة عن الناس تمشي وتبكي أنا حقيت الواحد المكان قيت ولاد صغري يلعبو من الولاد كان واحد الولد حنين حنين شافها تبكي رح لها الحاجة يا مينا ولا شراكي تبكي رح يا وليدي خطيني ما زلي غير همك يا الحاجة يا مينا حكي لي ولا شراكي تبكي قولي لي واش يخصك يا وليدي رح خطيني يا الحاجة حكي لي ولي ما تلقيهاش عند الخبار تلقيها عندي يا وليدي ها وصر علي عودت له الحكاية من الول للأخير هذي الحاجة يا مينا هذي هي يا وليدي سهلة بصحة ناقب نعطيك الحل نطلب منك حاجة وتعطيها لي صر علي واش ناقب نبري وش ناقب نبري في الحفظ والصون. قلت عند القاضي. يا سيد القاضي. انا جيت نصارح لك اليوم ونقول لك كلمة الحق. اتفضل لي الحجة يا مينا. الامانة مازالت عندي. الامانة مازالت عندي. بشرط يجو في ثلاثة يدها. القاضي يقل له معام مدام الامانة مازالت عندها روحوا جيبوا صحبكم. انا الحكمة تقول يا الولاد يوجدوا في النهرية ما لا يوجدوا في البحر. استنوا يا الولاد نحكي لكم وش جدود ناخل الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكراً لكم. ترجمة نانسي قنقر